في خبرنا الأخير فادت وكالة العنباء الفرنسية بأن ألاف المسافرين عالقون على متن سفن سياحية في اليابان بسبب فيروس كورونا سفينة دايموند برينسيس منعت أو منعت من قبل السواحل اليابانية بعد التأكد من وجود 61 إصابة بين ركابها وطاقمها ويخضع ما يقارب 3700 راكب على متن سفينة أميرة الألماس لحجر صحي مدته 14 يوما على الأقل وجاء ذلك إثر اكتشاف إصابة رجل من هونغ كونغ في الثمانين من عمره كان على متن سفينة الشهر الماضي